اشتركوا في القناة على ميثاق العمل الوطني وتوثق فصول هذا الكتاب الأحاديث الملكية السامية في الوعي الوطني بما تحمله من رؤية ملكية رحبة محملة بآمال المستقبل وبما يجسد دور القائد في الأمة وأثر الأمة في تكوين القائد منذ الساعات الأولى من صباح الرابع عشر من شهر فبراير عام 2001 كان البحرينيون رجالاً ونساء أن يتقاطرون إلى مختلف مراكز التصويت في البلاد كان المطروح للاستفتاء الشعبي العام مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يمثل صيغة تعاقدية متجددة لعودة الحياة الدستورية والديمقراطية في ظل مؤسسة برلمانية بمجلسين عندما أصدرنا كتاب الضوء الأول في عام 1986 أشرنا إلى تجربة البحرين باختيارها لنظام سياسي للمشاركة في اتخاذ القرار ويسعدنا أننا بدأنا في تحقيق هذا الوعد وإنجاز هذا التطلع بعد خمسة عشر عاماً من تاريخه مع طرح مشروع الميثاق على الاستفتاء الشعبي العام في البلاد والواقع أنني اعتمدت أولاً وأخيراً على الله سبحانه ثم على ثقتي بوعي شعب البحرين وتحضره ونطجه الثقافي والسياسي واتخذت شخصياً قرار المسئولية التاريخية بإجراء الاستفتاء الحر وأثبتت أجيال البحرين في ذلك اليوم الربيعي المبكر من شهر فبراير 2001 أنها جديرة بالثقة وأنها عند حسن الظن ليست هذه السلسلة من الأحاديث سيرة ذاتية أو مذكرات شخصية بقدر ما هي علامات ووقفات على طريق تكوين وعين الوطني على الصعيد الخاص والعام باتجاه بلورة رؤيتنا السياسية التي استند إليها مشروع الإصلاح والتحديث الشامل على صعيدنا الداخلي كانت حركة التنمية الشاملة تكتسب زخماً متزايداً بقيادة المغفور له الجد الشيخ سلمان بن حمد الخليفة بعد نجاح المشروع التربوي الرائد منذ تأسيس مدرسة الهداية الخليفية ونظائرها من مدارس البحرين الحديثة في عشرينيات القرن الماضي يداً بيد مع مشروع تحديث الدولة والإدارة في عهد المغفور له الجد الأكبر الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حيث استفادت البلاد من فترة الاستقرار السياسي والأمني طوال عهد المغفور له جد الجميع الشيخ عيسى بن علي مؤسس البحرين الحديثة ومنذ الخمسينيات التي تعيها ذاكرة الصبا والوعي المبكر والبلاد تشهد أعداداً متزايدة من المتعلمين والمهنيين والكوادر القيادية الشابة من أبناء البحرين وبناتها والتي بدأت تتخرج من مختلف جامعات العالم طبقاً لسياسة الانفتاح التعليمي التي انتهجتها البحرين منذ البداية وكان من الطبيعي أن تترافق تطلعات التنمية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الآخذة في التحقق مع تطلعات التنمية السياسية التي نعمل اليوم على استكمالها في ظل مؤسساتنا الدستورية ولابد من الإشارة هنا إلى أني أردت التأكيد مراراً في الأحاديث الموجهة إلى المواطنين وفي أكثر من مناسبة إلى أنه لا عودة إلى الماضي وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر